اهلا وسهلا بكم وكل فريق العمل وتحياتي للمغرب والاهل المغرب البلد التي عشقها مثل مصر بلد السيني بالنسبة للزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردغال للقاهرة هذه الزيارة كان لها اهتمام عالمي اولاته العديد من وسائل الاعلام العالمية والصحف الكبرى تطرقت زيارة العديد من الملفات الاقليمية والدولية الهامة بجانب مناقشة سبل تعزيز التعاون بين تركيا والقاهرة زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردغال للقاهرة تعتبر هي الزيارة الاولى له كرئيس للجمهورية منذ زارة مصر كرئيس للوزراء في سبتمبر عام 2012 اثنى عشر عاما هي المسافة الزمنية بين الزيراتين مرت خلالها العلاقات بين القاهرة وانقرب ومنعطفات حدة تزامنت مع تقلبات حجبة الربيع العربي بلغت حدة سحب السفراء وتوقف اشكال التواصل الدبلوماس الثنائي كافة بل وقطيع بين قادة البلدين منذ عام 2013 قبل ان تتحسن العلاقات تدريجيا مؤخرا حتى التطبيع اللافت للانتباه انه وطيلة تلك السنوات لم يتعثر التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا بل تضاعف حتى بلغ عشر مليارات دولار العام الماضي زيارة اردوغان سيكون لها تأثير على المستوى الثنائي والمستوى الاقليمي ولعل التعاون الاقتصادي هو الابرز ثنائيا اتصور ان هذه الزيارة وفي ظل حرب ربما تتسع تبرز اهمية اعادة هيكلة العلاقات المصرية التركية واعادة بناء نظام اقليمي امني اشتركوا في القناة